السلام عليكم اليوم قصتنا عن فتاة اسمها جميلة وهي فعلا جميلة جميلة هذه فتاة يمنية من محافظة اب وآيشة في أحد القرى جميلة بنت لأمها وأبوها من بين ست أولاد يعني هي ترتيبها قبل الأخير اللي أصغر واحد اسمه محمد وأكبر واحد من أخوانها اسمه عبدو في عام تسعين ألف وتسعمائة وتسعين تزوجوا كل أخوانها الكبار ما بقت إلا جميلة وأخوها اللي أصغر منها تقدم لها شاب من أحد القرى المجاورة من قرية ينقال لها الفلعة تبعد عن قرية جميلة تقريبا مئة كيلو ما لكن بالطويلة تزوجت جميلة وراحت بيت زوجها وأول سنة عاشت حياة سعيدة وما عندها أي مشاكل لكن بعد السنة بدت تحصل بعض المناوشات بينها وبين عمتها أم قايد زوجها وجميلة من النوع اللي ما يتحمل الأوامر وكذا فبعد ما حصل أحد المواقف زعلت خذت أغراضها وزوجها موجود في الدوام ورجعت إلى قريتها رجع زوجها من الدوام يدور وهين جميلة قالت لأمه ترى جميلة زعلت وخذت أغراضها وراحت لها لها راح قايد إلى قرية جميلة علشان يحاول يرجعها ويراضيها ويشوف شنو المشكلة يعني جميلة قالت لأنا ما راح أرجع مستحيل أعيش معاك مع أمك في نفس البيت أمك صراحة يعني متسلطة علي يا بنت الحلال وكذا وإحنا تونا يعني متزوجين ما عندنا عيال يعني علشان نطلع ببيت ومن هلكالك قالت لك كيفك الحين تعالي رجعي قالت لا ما أنا راجعها إلا لما تشتري بيت قال لي يبقى هذا اللي راح يصير وفعلا وراح اشترى أرض في قرية جميلة لكن على أطراف القرية سعرها زين وقام بنا لبيت وارجعت جميلة وعاشوا حياة سعيدة من جديد واستمرت علاقتهم لأكثر من عشر سنوات جميلة جابت له سبع أولاد طبعا أولاد منهم صبيان ومنهم بنات أصغر وحدة من عيالها طبعا هي اللي هي البنت اللي دايما تنام عندها في الغرفة المهم بعد عشر سنوات يعني في عام الفين وتزعل جميلة مرة ثانية من قايد زعلت عليه زعلة قوية وخذت أغراضها وكذا وراحت بيتها لها رجع قايد بيتهم ما لقى جميلة قاعد يسأل وكذا قالوا العيالة يبقى أمي راحت البيت وزعلانة راحت عند أبوها ويروح مرة ثانية قايد ويراضيها ويرجعها المهم وبعد أسبوع أسبوعين ويتوفى قايد الله يرحمها وفاة طبيعية ودفنوه وصارت جميلة ترعى عيالها وتحافظ عليهم وعايشة في بيتها يمرون عليها أخوانها مرات وكذا فيها الفترة هذه تزوج أخوها محمد اللي أصغر منها وعاش عند أمه بعد وفاة أبوها أبو جميلة لكن جميلة يعني حست بالفراغ وكذا وكان جنب بيتها في مزرعة للدواجن فتعرفت على شاب ينقال لها جاسم جاسم يشوفها وكذا وجاسم عمرها يعني عشرين سنة وجميلة في عام الفين تقريبا عمرها ثلاثة ثلاثين سنة يعني أكبر منه ثلاثة عشر سنة لكن جميلة بوقت جميلة والكل يتمنى يتزوجها حتى لو عندها كوشة يهال كان من بينهم جاسم المهم وهي عجبت فيه وشباب وصغير وحلي قالت ما عندي مشكلة قال لها بتزوجت قالت لا أبد أنا موافقة وفعلا يتقدم لها قال لها أهلا وأخوانها يا جميلة هذا أصغر منك يعني بثلاثة عشر سنة قالت أنا ما عندي مشكلة أنا صراحة أحب الغزغوز الصغير هذا وأهلا سنة الله ورسوله شو المشكلة قال لي يبا ما عندي مشكلة من اللي قاموا عليه أهل الولد جاسم قالوا لا أنت مجنون ولا شنون ليش تأخذ واحدة أكبر منك ثلاثة عشر سنة وعندها سبعة أولاد وكذا 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 وليش وتأخذ صغير قال لها بصراحة قال لها صراحة أنا وضع المادي تعبان لا عندي بيت ولا عندي استطاع للزواج وهذه لا تبي لا مهر ولا شيء ولا أعيش معها نفس البيت يعني وين حصل أفضل منك ذي يعني المهم أهلا ما رضوا وهو راح تزوج جميلة غصبا عليهم وقاطعوها له وعاش عند جميلة أول سنة مستانس ثاني سنة جميلة تصرف عليه بس هذا يقعد المغربية يروح القهاوي ويروح يقعد عند ربعة وكذا ويرجع تالي الليل الأكل موجود والشغل موجود وجميلة عندها يعني ورث من زوجها قايد وشغال ما عنده أي مشكلة مستانس لكن في يوم الأيام على غير العادة ويتأخر جاسم يومين ما رجع البيت جاسم ما عنده غير بيت جميلة يعيش فيه لأنه هلا قاطعينه وبالعادة ما يروح ينام عند رابعة وكذا الموم جاء بعد يومين سألته جميلة أنت وين كنت وكذا قال والله رحت زرت أمي قالت لزرت أمك يعني اسكتت هي جميلة تدري أن أهل جاسم قاطعينه يعني أكيد أنه كان يكذب عليها لكن سوت نفسها ما تدري وتغاضت عن الموضوع المهم بعد سبوع سبوعين ويكرر نفس الحركة غاب له يومين ورجع البيت وين كنت قال كنت عندهم وكانت شوي تعبانة وكذا قالت لها مو أهلك مقاطعينك قال لا لا من قال أنه مقاطعين استغربت قالت ما في مشكلة في نفس الليلة اللي رجع فيها جاسم جميلة ما هي هينا فيها ذكاء متوقد يعني ونبيها طول الوقت ما يطوف عليها شي انتظرت جاسم لين تعيشها ونام وتقعد تفتش بغراضة وتشمشم ملابسة تشم ريحة عطر نسائي قالت له هذا ما هو مضبوط اليوم الثاني وين رايحة جاسم قال والله بروح عند ربعي وكذا قالت له ما في مشكلة المهم راح جئتها للليل وأول ما دخل البيت وقط ملابسة وتاخل ملابسة تقعد تشمشم فيهم ولا فيهم كذلك عطر نسائي هي عارفة أن هذا جاسم حتى ما عنده فلوس يشتري عطور والعطر هذا مبين عطر نسائي منو هذي اللي يلتقي فيها جاسم قالت الحين أنا أصرف عليك وأكلك وشربك أنا قاعدة ربيك مع عيالي وفوق هذا ادخوني يعني مكافيك أنك عايش بها النعين قالت أنا أعلمك حطت للعشة وتعيش ونام وتاكل فيها السالفة ما تتقهر وتدخل إلى غرفة المرحوم قايد وتطلع عنده مسدس كانت مخبيته وتدخل على غرفة نومها طبعا في غرفة نومها كان ينام جنبها هذا قايد وبنتها تنام كذلك في طرف الغرفة لأنه بنتها صغيرة هذه وتجي عند قايد وتحط عليها الغطة البطانية شوي شوي يجي بالغطة وجابت مخدة وكذا وفجأة حطتهم فوق راسة وطلغت عليها النار هي سوت الحركة هذه علشان يعني تغمت الصوت صوت المسدس صحت بنتها بنتها كان عمرها سبع سنوات بنتها يوم شافت المنظر قاعدت تبتشي فقامت جميلة خذت بنتها وراحت حطتها مع أخواتها اللي نايمين في الغرفة الثانية بنات اللي هناك ما حسوا في الموضوع والبنت تبتشي قالك لا استكتو هي تعتقد أنها هذه البنت يعني ما تفهم عمرها سبع سنوات المام رجعت للغرفة ولفت جثة جاسم في البطانية وقاعدت طول الليل وهي تحفر بالغرفة إلى أن سوت لها القبر ورمت جثته ودفنت الحفرة ولا طال عليهم الصبح قامت قاعدت بناتها وسوت لهم فطور علشان كلهم يروحون المدرسة إلا البنت الصغيرة ومش أولا حاسين في الموضوع راحت في نفس اليوم اشترت سمنت واشترت يعني مواد بنا وكذا وقعدت تسوي الأرضية ليه اليوم الثاني انتظرت يومين اللي انشفت العملية وراحت أشاعة الخبر في القرية إن جاسم طلقني وراح إلى حضرموت ليش قالت حضرموت محافظة تبعد عن حضرموت مو أقل من 1500 كيلو يعني من اللي بيروح إلى حضرموت علشان يدور على جاسم المهم أهل القرية صدقه يعني ليش قالوا أكيد يعني صغير ومن أول احنا قايلين له يعني هذا ما ينفع تصغير وقاعد استغلت وشاف عندك خير وكذا وبعد ينكر الولد زهق يعني شاف ماره وعندها سبع أولاد خلاص أكيد إنه هرب الكل صدق وراح جاسم من شي سهله ولا حدره عنه المهم بعد فترة وتقوم جميلة وتسوي لها سالفة عمية مش سوت راحت إلى بيت أبوها اللي عايش فيه أخوها محمد وأمها وكذلك زوجتها شو تقولهم تقولهم أنا صراحة أبي حقي من الورث قصدها يعني شنو حقها من نصيبها من بيت أبوها زعل أخوها محمد قالها يا جميلة عيب عليك أمي حين على قيد الحياة وانت تابين ورثت من أبوك بعدين إحنا يعني سبعة ستة أولاد وأنت البنت الوحيدة يعني حتى نصيبت إيش راح يكون يعني من هالبيت هذا راح يكون ما يسوى حرام اللي قاعد تسوينا قالت والله أنا كيفي ورث أبوي وأبي المهم صار زعل طردها أخوها محمد من البيت ورجعت إلى بيتها قدت عليه قالت أنا علمك يوم يومين ثلاث أربع ويجيها واحد من عيالها أكبر واحد من عيالها قال لها يا يمبا تدرينا اليوم خالي محمد تهاوش مع ولد عبده خالي عبده الكبير اللي ينقال له صالح قالت ليش ش اللي حصل قال ما أدري يوم ما يعني كان بينهم يعني كانوا الظاهر يتناقشون في موضوع أنا ما فهمت شنو الموضوع بالضبط لكن صالح ولد عبده هدد خالي محمد وقال له والله العظيم راح أحرقك قالت زيني وبعدين قال بس خلاص كل واحد راح في حال سبيلة والكلام هذا كان بعد صلاة الجمعة وقدام العالم اللي طالعين من المسجد المهم في البداية الموضوع ما همها يعني لكن قعدت تتفكر قالت والله هذه فرصة وجدت لحد رجولي فعلا أنا ليش ما أقتل محمد وحطها براس صالح ولد أخوي بما أن الناس تشهد أنه هدده وهدده بالحرق أنا أبي حرقه شلون قامت وراح تشاركت لها دبت بنزين أو جرك البنزين وراحت إلى بيت أمها طبعا بيت أمها مكون من دورين الدور الأول يسكن فيه محمد وزوجته الدور الثاني تسكن فيه أمها الكبيرة في العمر باب بيتهم خشب وهي عندها مفتاح البيت فدخلت البيت وتخبت في أحد المخازن وهي عارفة تفاصيل البيت وانتظرت لحد ما جاء الليل وجاء أخوها محمد وعلى طول دخل إلى شقة عند زوجته وقعدت تنتظر إلى أن اطمئنت أنهم ناموا محمد وزوجته باب شقتهم من الخشب كذلك يتسكر من داخل ومن الخارج يوم حست أن محمد نايم راح تكفلت عليهم الباب من الخارج وجابت الجركل البنزين وقامت تصب على الباب وتحاول أن تخليه يدخل ويتسرب من أسفل الباب إلى داخل شقة محمد وولعت النار وقب البيت وطلعت وسكرت الباب الخارجي طبعا العجوز فوق الأم ما تدري عن الموضوع لكن فجأة صاح محمد على النار ولا ما أكله في الشقة وصراخ والعالم تلتم عليهم يحاولون ينقذون محمد وزوجته لكن كانت النار ماسكة فيهم عدل لدرجة أنهم اخلعوا الباب وحاولوا أن ينقذون وملقوهم متفحمين لكن الله سلم هالعجوز رغم أن أصابها اختناق وودوا للمستشفى لكنها عاشت بدأ تحقيق في الموضوع من اللي حرق البيت ومن اللي تعمد لأن تقرير العدلة الجنية أكد أن الحريق مفتعل منو منو كذا يدورون يدورون قام قال لهم واحد ترى محمد جابه كم يوم بعد صلاة الجمعة تشاجر مع ولده أخوه عبده ينقال لصالح وصالح هدد محمد قدام العالم أنه راح يحرقه راحوا رجال الأمن إلى بيت عبده ويدخلون ويلقون القفض على صالح صالح يحلف يقول لهم والله العظيم أنا ما لعلاقة في الموضوع قالوا له يا حبيبي تاعم تاعم وكذا لكن مني صدقة الكل يشهد عليه ويحكمون عليه بالعدام وتروح الأيام وتجي الأيام وجميلة عايشة حياتها سعيدة أبداً ما عندها مشكلة نسيت الموضوع بعد مرور شافي تعاملها مع عيالها من بينهم بلو صغيرة هذي يوم الأيام مسكتها وكسرتها من الضرب إلى أن قامت هالبنت وهربت من البيت وراحت أجلست في طرف القرية بعيد عن الناس وتشوفها مرة عجوز كذلك من أهل القرية وتمسك هش فيتها بنتي وليش قاعدة هنا ومن بنتها وكذا قالت لها والله يا عم أنا هربانة من البيت وأمي أنا جميلة فلانة لفلاني قالت هي عرفت وكذا هلا يا بنتي ليش من حاشب البيت قالت والله أمي ضربتني وكذا ترى أمي مجرمة وأنا أخاف منها وقالت لها شون يعني أمك مجرمة ما يخالف عيب يا بنتي لا تقولي الكلام هذا إذا أمك تضايقت يوم وزعل مو معنات أنها مجرمة ترى كل أم مرات تعصب على عيالها يعني تضربهم ضرب للتربية قالت يا عم أي تربية أنا شفتها بعيني وهي تقتل عمي جاسم بالمسدس قالت شنو منو جاسم قالت عمي جاسم جاسم فلان فلاني زوج أمي وتذكر العجوز السالفة صح كان عندها أول زوج ينقال جاسم الولد الصغير الغزغوز اللي اختفى وقالت أنه طلقها وراح حضره موت والبنت تقول أنا شفت أمي وهي تقتل عمي جاسم أمسكت في البنية اللي صغيرة هذه وتسحب منها الكلام وزين وبعدين لما قتلت وكذا شنو سوت قالت دفنت بنفس الغرفة العجوز هذه ولدها أحد رجال الأمن في محافظة اب وتروح العجوز وتكلم ولدها قالت لشوف البنت هذه هذه بنت جميلة اللي كان زوجها الله يرحم ينقال لها قايد واللي بعد وفاتها تزوجت واحد ينقال له جاسم اللي قالت أنه هذا طلقني وراح أضرموت قال زين وبعد أنا شنو علاقتي قالت اسمع البنت شو تقول سألها قالها شنو يا ابنية قالت أمي مرة دخلت علينا يعني منتصف الليل ومعاها مسدس وقتلت عمي جاسم وأنا كنت خايفة فخلقني أروح أنام في غرفة خواتي وأنا لما يعني كنت أبكي وخايفة وكذا فكنت يعني أطالع من طرف الباب أشوف أمي قاعدة تحفر وكذا أنا فهمت بعدين أن أمي يعني أخفت الجثة داخل الغرفة وصدم ويروح يبلغ القيادة عنده في الجهاز الأمني قال لهم في واحدين قال جاسم أفلان أفلاني شيكوا علي وكذا قال إي وين هذا مختفي وهلا قاعدوا يدورون علي فترة وحتى أن زوجته اللي هي طليقته اللي طلقها قالت أنها راح حضرة موت وسجلوا فيها هلا بعدين بلاغ أنه مفقود لأنه ما عرف هو الرح قال بنت الطليقة هذه على قولتكم تقول أن أمها اقتلت عمها جاسم اللي هون مفقود ومدفون في نفس الغرفة قاموا حركوا الملف وتوجهوا إلى بيت جميلة طقت الباب وتطلع جميلة السلام عليكم يعطيتك العاف قال تحياك الله قال لها احنا جايين نبي نتكلم معاتش في موضوع قالت أنا عارفة أكيد موضوع بنتي اللي هربت أمس وأكيد أنكم لقيتوها قالوا لا لا الموضوع لا في بنتك ولا فيه شي ثاني احنا عندنا أمر بالنيابة أن ندخل ونحفر أحد الغرف ليش وكذا المهم ألقوا القفض عليها وحطوا الكلب شات في دينها ودخلوا رجال الأمن وقعدوا يحفرون الموقع ولا فعلا بقايا من جثة الولد جاسم وبعد ما طابقوا الدين ايه مع أهل أخوانا وكذا تأكدوا أن هذا فعلا جثة جاسم اللي اختلته جميلة بطلقه بالرأس هنا أحلوها للتحقيق وللمحاكمة وبدت تطلع البلاوي يوم خلاص احكموا عليه بالعدام جميلة أصبحت شخصيتها في المحكمة شخصية غريبة جدا في كل محاكمة تقعد تضحك وكذا يعني صارت تخوف رغم اللي شهد السالفة يقول يا بطلال رغم مرور هالسنوات ورغم الجرائم اللي سوتها جميلة إلا أنها إلى الآن جميلة لكن ضحكاتها وحركاتها الغريبة تخلي أكبر شخص يخاف منها كنا ما احنا مصدقين أن كل هالبلاوي تطلع من جميلة لا ولما قعدت تضحك في المحكمة تقولهم ترى إذا الموضوع موضوع جاسم هذا اللي ما يسوى وتحكمون عليه في الاعدام أجل تعالوا بقول لكم شيء قالوا لها شنو قالت أخوي محمد اللي احترق هو يا زوجته والحريق اللي كان مفتعل ترى هذا أنا اللي ولعت فيهم شنو طبعا أهل القرية بدوا يحضرون الجلسات علشان بس ما كانوا صدقين قالوا لا لا حرام انتم ظالمين في البداية ويشوفون تحترفوا وتعطيهم أدق التفاصيل قالت أنا اللي رحت وقفرت عليهم الباب وهو نايمين وحارقتهم وكنت أسمع أصراخهم وسكرت الباب الخارجي علشان إذا جاء أحد يحاول ينقذهم ما يلحق عليهم صراحة الجميلة هذه أسطورة قالت لا 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 روحوا وطلعوا صالح والد أخوي اللي اتهمتوا ظلم اتهمتوا إنه هو اللي حرق أخوي محمد ويا زوجته والمسكين صالح فعلا كان يبتي ويحلف والله العظيم مو أنا والله المهم طلعوا من السجن مسكين قاعد لخمس سنوات ست سنوات المهم مصدومين العالم قالت لا تبون الصدمة الأخيرة أبصدمكم حين وبصدم يعني الدول العربية معكم قالوا شنو قالت زوجي قاعد أهلا لا تقولين بعد أنت اللي قتلت لا تتغشمرين لأنه مات يعني موتة طبيعية قالت موتة طبيعية ليش أنتم أصلا حللتوا جثته قالوا لا فعلا ما حللنا جيبس ما كان عليه أي أثار قالت أنا حطيت للسم في الأكل لكن السم تعمت إنه ما يكون بكمية كبيرة علشان لا يبين عليه آثار التسمم يعني مثل أنه يزبد بسم الله الرحمن الرحيم اشترات شنت بالحركات هذه قالت لكن لما شفت قام يتألم وما هو قادر يقوم من فراشه أنا استغليت ضعفه وقمت حطيت بوجه المخد لين انقطع نفسه واليوم الثاني بلغت إنه توفى وسويت هذا ما لكم بتطويله في عام 2018 تم مصدار حكم الاعدام في جميلة لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ حكم الاعدام يعني من ذاك من ذاك الوقت إلى عام 2018 شاء الله حكم علي تعرفون صارت عندهم شوية توتر في الأوضاع وكذا الله يهدي بالهم إن شاء الله لكن جميلة إلى الآن موجودة وكل العالم اللي فيه قرية الفلعة وكذلك قرية جميلة ينتظرون موعد تنفيذ حكم الاعدام فيها هذا نهاية صالفتنا وانتبهوا من المخدة وانتبهوا من الأكل وفهمان الله مع السلام